ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة الثانية للمجلس في دور العقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس جلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة وذلك قبل أن يتم اختار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين وفقا من المادة 38 من الدستور ثم انتقل المجلس للبند التالي المدرج على جدول الأعمال حيث وافق أصحاب السعادة الأعضاء على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وفقا للاقتراح المقدم من مكتب المجلس برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى كما وافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة المقدم اقتراح بشأنها من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء ليتم بعد ذلك انتخاب أربعة من الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وفي ختام الجلسة تبا اختار المجلس بنتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم ترجمة نانسي قنقر